أمي حبيبتي طلبتها أوامر بعتك لي بقى الوصفة الجميلة دي كانت شايفاها بصراحة على النت وقالت لي بصي أنا نفسي أكلها من إيدك وزبطيها كده وعملها لي بطريقتك الحلوة بصراحة أنا عدلت في الوصفة وعملتها لها بطريقة حلوة جدا وكمان رعيت إن هي عندها السكر فالتحلية دي مش مسكرة خالص وسهلة وبسيطة وتنفع كما تعتمديها معيك في رمضان ودلوقتي حبتدي أحضر أول طبقة وهي طبقة الكرامل علشان عايزي برد جبت كباية كبيرة من السكر عليها ربع كباية صغيرة من المية وحرفها على نار متوسط وفي الكباية دي هحط معلقتين من النشا عليهم كبايتين من المية وبالنسبة للمية أنا واخدها من الحنفية أوعد حطي مية صخنة على النشا علشان حيكتل معيك لكن المية البردة هتخليه ضب معيك في ثواني هنخلي المية بالنشا على جنب وتعالوا بقى نشوف الكرامل حطت الكرامل على نار متوسطة وديت له رشة ملح صغيرة أول ما بيبتدي يغلي بالشكل ده كده أنا بصراحة بحب أقلبه بشوكة علشان لو معلقة هتلاقيه مسك فيها كده وبتدله كمان ربع معلقة صغيرة من النسكافي هتعملي هنا أحلى وأجمل صوص كرامل بيكون رحته وطعمه في منتهى الجمال وما تقلقيش من رشة النسكافي هتضبط معيكي الطعم جدا وحطت كمان معلقتين كبار من الزبدة مع التقليب المستمر بقى كده لحد ما الزبدة بتاعتي هتختفي خالص واللون بتاع الكرامل هيتضبط هتدي أجيب الميا اللي كنت مدوبة فيها النشا وأحطها على الكرامل بتاعنا وحركي بقى كده التقليب المستمر هيخلي كل التكتلات اللي موجودة دي هتفك في دقايق يعني مش هتكملي دقيقتين هتلاقي كل حاجة بقت انسيابية وتمام جدا أنا هنا برضو استخدمت المضرب علشان أتأكد إن كل حاجة بقت دايبة كده وما فيش أي تكتلات حطت صوص الكرامل في الدورة الإزاز وهخليه معي على جمع علشان بقى نحضر الطبقة الأساسية أنا هنا هستخدم خمس معالق كبار من الدقيق عليهم خمس معالق صغيرين من النشا وحضيف ثلاث معالق بس من السكر وخمس كبات كبار من الحليب لو أنت حابة تستخدمي الكباية الوحدة إيبقى حتحطي كبات حليب عليها معالقة كبيرة من الدقيق عليها معالقة صغيرة من النشا ونص معالقة سكر أو السكر بقى برحتك حطت كل حاجة مع بعض حدوبهم الأول على البارد وبعد كده حرفعهم على نور متوسطة مع التقليب المستمر ولازم تقليبي تقليب مستمر علشان الطبقة دي عايزينها تكون كريمية كده عارفين بتبقى طعمها كده عاملة شبه المهلبية بس بتبقى أحسن كمان قريبة كمان للرز بلبن فهي طعمها بيكون خطير جدا بجدد تستاهل التجربة أول ما الكون بتاعها تقل نزلت عليها بمعلقة كبيرة من الزبدة ما عنديكيش زبدة حطي الإشطاء اللي هي وش اللبن الاتنين حيدوكي نفس التست اللي بيكون طعمه حلوة أول ما الزبدة بتاعتي حطفي النار وبكده أول طبقة هتكون جاهزة معنا هنحضر الأطباق وهحط فيها أول طبقة وما تمليش الطبقة للآخر علشان إسا فيه طبقة تانية وطبقة تالتة كمان الطبقات دي كلها بيكون طعمها خطير جدا بجدد هخلي بقى الأطباق بتاعتي على جنب وهبتدي أجيب ثلاثة وابع من المز وحبتدي أن أقطعهم تقطيع كده يكون سميك شوية ما تقطعيش المز يكون رفيع علشان طعمه يبان في الطبقات اللي انت هتحطيها ولو نفسك تتعلمي حلويات تكون كلها سهلة وسريعة قبل رمضان وتكوني أستاذة في الحلويات فشوفي بقى الوصفات الموجودة في أول تعليق هتخليكي بجد أستاذة في الحلويات وقادي الطبقة اللي احنا لسه عاملناها في أول الفيديو اللي هي طبقة الكرامل سبناها لحد ما تبرط شوية وحنصبها على طول على الموز وعلى كمان الطبقة الأولانية حندخلهم بقى التلاجة كده يعودوا في التلاجة ساعة ساعتين مش أكتر من كده حتلاقيها تمسكت معيكي وبجد بيكون طعمها حلو جدا واللي أجمل من طعمها إنه هو كريمي كده وحلو كلها لطبقات مندمجة مع بعض وجميلة إن هي بيكون سكرة مظبوط يعني أكلتي منها بقى طبق طبقين نفسك كده مش هتجزع منها خالص جربوا الطريقة لأنها بجد جميلة وتستهل التجربة ومستني رأيكم في الكومنتات وبألف هان عليكم مقدمة